ثورة زواوة ضد الحكم الأثماني في الجزائر وردت فعل الأثمانيين 1158 هجري السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر أو مرجع المعلومات رابعا وفي زواوة حدثت ثورة خلال الطعن الثاني عشر شبيهة بثورة المحال وكانت زواوة ممتنية عن الأثمانيين تم تانت تدفع لهم ضريبة الاستقلال الداخلي ولعل محاولة الأثمانيين التواغل في زواوة وفرض رائع جديد على أهلها نتيجة النرص في غنائم البحر هو العامل الرئيسي وراء هذه الثورة ففي سنة 1158 هجري خرج أهل زواوة ضد القائد العثماني محمد الفريرا المشهور بالذباح ولأهمية زواوة أنشأ العثمانيون قيادة خاصة في صباو التي فصلوها عن إقليم التيتري فاستولى الزواويون على برج طلعة بوغاني وبعد شهر استولوا على برج حمزة البويرة اليوم وتمتنوا من قتل قائد الحامي العثماني في صباو وهو محمد الذباح المذكور وقد استمرت الثورة مدة سنة على الأقل وأزعجت السلطات العثمانية فنجدت لها جيشا من العاصمة بقيادة شريف آغا ومن المدية بقيادة الباي صفطان ومن أرسنطينة بقيادة الباي أحمد القلي وبذلك وضحت لهذه الثورة الخطيرة على الوجود الأثماني وتتصور ابن حمدوش الجزائري هذه الثورة بشيء من العاطفة والتأثر فبعد أن تحدث عن ارتيران المريخ والزوحى اليوم الجمعة أول شهر ربيع الأول سنة 1158 هجري قال فوافق ذلك نفوذ وعد الله بطائفة من القبائل من الزوى والنافق أي صار على القائد محمد قائد صباو الذباح فبعث إلى إبراهيم باشا فأمده وغص بحياء الفرسان مع وحانب إيفيطا نحو المائتين والداش فلم يأتي اجتماع الشمس والطمع الآتي حتى هلت الدوشور إطور القبائل وبعث يوم الثلاثة الثالث ربيع الثاني بـ 78 رأسا على الجمال وأردفها من الغد بـ 14 رأسا ونهبوا أمتعاتهم وأموالهم وحرطوا دوشورهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسب هذه الرواية فإن الثورة في الواقع لم تنتعي عندئذ وإنما هي البداية فقط فإن حمدوش لا يتحدث عن مرتل القائد الذباح كما أنه لا يتحدث عن اتسام ميدان الثورة بعد ذلك ولا تنتاني ربطز على فضاعة المعاملة التي عامل بها العثمانيون الصوار فهي القتل والتمثيل والحق والنهب ونحب أن نشير هنا إلى أن ابن حمدوش تتاباته لم يكن يتشف عن آئه في الأثمانيين ولكن خلافا لبعض معاصره لم يمدحهم وتان يتفي بتشجيل الحوادث بشكل محايد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد المجيد